سجل أسامح شكري وزير الخارجية اليوم اعتراض مصر ورفضها التام استمرار إثيوبيا في ملء سد نهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرمي عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق التي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق الدول المصب وأكد وزير الخارجية في خطاب إلى رئيس مجلس الأمن أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية لتوصل الاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة وأشار شكري إلى أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له ترجمة نانسي قنقر